حياكم الله مشاهدين وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين إذن مشاهدين في المرحلة الحالية لعب العراق دورا كبيرا وواضحا على صعيد القضايا الإقليمية والدولية حيث نجح في تعزيزها بما يخدم مصالحه المشتركة وتطوير علاقاته في الملفات السياسية والاقتصادية بالمقابل الابتعاد عن سياسة المحاور من خلال بناء علاقات خارجية متوازنة مع محيطه العربي والإقليمي والدولي لذلك صار محط أنظار مقاصد الزيارات الدولية لقاء موسكو ببغداد اليوم يحمل الكثير من الأهداف والدلالات أبرزها يفعل دور العراق وارتباط بالمنطقة والدول العالم بالوقت الذي يفرض البلد مكانته بعدم الإنجرار وراء مقاصد التمحور وسياسة الضغوط التي تمارسها بعض البلدان على الدول الأخرى أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدين ومن مخرجات اجتماع اسطنبول إلى موازنة اتحادية نوعية وما بينهما ملفات حساسة وغاية في الأهمية هكذا كان اجتماع الإطار التنسيقي ليلة الأحد في منزل رئيس تحالف النصر باحثا في المعالجات الحكومية التي ترفع الثقال عن كاهل المواطن بعد البون الشاسع بين العملة المحلية والدولار واتخاذ القرارات التي تعالج هذا التفاوت فضلا عن ضرورة المتابعة الدقيقة لآيليات الإصلاح المالي وصولا إلى تقديم موازنة عامة للبلاد تتوافق وتتناغم مع البرنامج الحكومي ومتطلبات تصحيح المسار إذا المشاهدين خلال ربط البلد بالعالم الخارجي عن طريق العلاقات الدولية والدبلوماسية اليوم اصبحت له بصمة واضحة في تطوير علاقاته مع دول الجوار ودول العالم المختلفة كما يقرأ المتابعون للمشهد الحالي وكذلك الابتعاد عن حالة الانكفاء الداخلي بتعزيز مكانة البلاد طرفا محايدا روسيا تسعى إلى عقد شراكات عديدة مع العراق على مستوى الطاقة والسياسة والاستثمار الاقتصادي نتابع هذا الملف بمتابعة تقرير الزميلة نوه الشمري جولة مباحثات بين بغدادا وموسكو يجريها وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف مع مسؤولين عراقيين أبرزهم الرئاسة الثلاثة لمناقشة العديد من الموضوعات التي تعمق العلاقة بين البلدين وتعزيز الجذب الاستثمارية جاء ذلك ضمن التعاون المشترك بين روسيا والعراق في الجوانب الأمنية والاقتصادية وغيرها في مجال العلاقات الثنائية هناك علاقات قديمة بين الجانب الروسي والجانب العراقي وعلاقات تاريخية في الواقع بين البلدين هناك روابط وتعاون في المجالات العسكرية والأمنية في المجالات الاقتصادية والتجارية فهذه زيارة تأتي تأكيدا لانفتاح العراق على جميع شراكائه لتعزيز الدور العراقي بتفعيل الشراكات الإقليمية والدولية دعما لموقف العراق الداعي إلى تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا للحفاظ على أمن المنطقة وتهديئتها روسيا رغبة بتواصل التنسيق بين البلدين فيرى المراقبون أنها خطوات استثمارية تصب في مصلحة الشركين ونحن شكرين على انفتاح الطرف العراقي على هذا الاقتراح ونحن على وشق عقد اللجنة الحكومية المشتركة من شأنها أن تستضيف بغداد الإطلاع على وجهات النظر المختلفة بين البلدين تتصدر أهمية اللقاءات المنعقدة لتقارب الأراء ومعرفة كيفية التعامل مع الحلول المطروحة للمشكلات العالقة لا سيما وأن موسكو وبغداد تربطهما علاقات تأريخية متينة إذ ستعقد لجنة حكومية مشتركة تسترشد بالمصالح الثنائية فيما يخص ملفات الطاقة والاقتصاد والتجارة نهي الشمري الأيام الفضائية أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين وللحديث أكثر عن هذه الزيارة وهذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بصوت الصورة من بغداد أستاذ العلاقات الدولية الجامعة المستنصرية دكتور صالح الشدر أهلا بكم دكتور وكذلك الترحيب الخبير الاقتصادي الأستاذ مصطفى حانتوش أهلا بكم سيد مصطفى وأبدأ معك دكتور صالح لابروف على رئيس وفد حكومي رفيع المستوى مكون ما يقارب 65 شخصية سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية فضل عن شركات روسية مختصة بعدد مختلف من المجالات لكن ما مدى أهمية هذه الزيارة خصوصا للعراق إضافة إلى موسكو والبلدين يعيشان ظروف خاصة نعم أولا تحية لك ولضيفك الكريم والمشاهدي قناة الأيام قبل هذه الإجابة على سؤالك لا بد من ديباجة بسيطة في دقيقة واحدة للعلاقات العراقية الروسية إذ بدأت عام 1944 قبل نهاية الحرب العالمية بعام واحد وحقيقة استمرت لعام 1955 وانقطعت من قبل الجانب العراقي بسبب دخول العراق في حلف بغداد ومن ثم استئنفت عام 58 بعد قيام النظام الجمهوري أيضا استمرت في فترة السبعينات وبالتالي فهي حقيقة علاقات متينة وقوية لها أطر استراتيجية لسيما في جانب التحسل الحد عسكري ما بعد عام 2003 حقيقة استئنفت العلاقات بزيارة من قبل مجلس الحكم وكان على رئيس الوفد السيد العبد العزيز الحكيم الله يرحمه وبالتالي فتح أفاق جديدة وطور العلاقات في تلك المرحلة وبالتالي دخلت حقيقة روسيا بقوة بشركاتها النفطية والاقتصادية وحقيقة الخبراتها العسكرية وساعدت العراق كثيرا حتى في مجال مكافعة الهراب عام 2012 هناك صفقة أسلحة من الجانب الروسي لصالح الوزارة الدفاع العراقية يتقدر به أعتقد أنه أكثر من أربعة مليون دولار وأيضا حقيقة عام 2015 أيضا كانت هناك شراكة ما يسمى باللجنة الرباعية زائد واحد وهي روسيا والعراق وإيران وسوريا زائد حزب الله سميت بها الأربعة زائد واحد للتنسيق المعلوماتي ضد داعش وبالتالي كانت لها نتائج كبيرة جدا على مستوى حقيقة الفعل الخارجي في الجانب الاستخباراتي والأيضا الاقتصادي وأما في موضوع حقيقة سؤالك المهم جدا هذه زيارة كبيرة جاءت بعد زيارة السيد رئيس الوزراء محمد شاء السوداني إلى موسكو وعقد عدة حقت اللقاءات على رئيس أيضا وفد رفيع المستوى شمل الجانب الصناعي والاقتصادي والزراعي وجانب البيئة والجانب النفطي وبالتالي جاءت هذه الزيارة هي حقيقة ردة لهذه الزيارة وهذا الوفد الكبير من المسؤولين والمستشارين والشركات الروسية الفاعلة وبالتالي إذن هو حقيقة جانب علاقات دولية متكامل يشمل الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب الثقافي والمهني وتطوير الاقتصاد العراقي باحتبار أنه روسيا هي بلد كبير جدا وحقيقة لديها ثقل وأيضا تأثير على المستوى الدولي وبالتالي العراقي يحتاج إلى روسيا كحليف وكصديق وكدولة عظمى من الممكن أن نستفاد من هذه الخبرات مستقبلا طيب الجانب الاقتصادي تحديدا نسلك عن سيد مصطفى الزيارة بحثت عدد من المواضيع لكن أهمها يمكن للبلدين الجانب الاقتصادي برأيك ما مدى حاجة البلدين أحدهما أو أحدهما للآخر خصوصا بمجال التعاون الاقتصادي مدى حضرتك والراحب وضيفكم الكريم وشاهدي قناتكم الكرام الزيارة من السيد سيرغي لابلوف وزير الخارجية الروسي حقيقة هي زيارة تمد علاقات طويلة مثل فضل الدكتور مع الجانب الروسي لكن هي بها عنوانيا رئيسيات أهلا وسهلا بالسيد وزير الخارجية الروسي ونعتذر كثيرا عن أن نكون شركاء في هذه المرحلة نحن الروس علاقتنا طويلة بهم كعراق وما عدنا مشكلة وخد تستمر علاقة وعدنا حقيقة عدنا أسلحة من روسيا عدنا طائرات من روسيا كثير من الأمور لكن نحن لسنا في مرحلة تؤهننا لدخول في اقتصاديات روسية حسنا البعض يقول في مفاوضاتنا نتفاوض يعني عن المفاوضات الجاية نتفاوض مع الأمريكان حول روسيا ويدخال بعض الشركات الروسية اللي بحضورها وغيرها من الأمور أنا برأي أن هذا باب هو نحن مخلصانين من الشيء الطبيعي نسنا في هذه المرحلة ونحن نلقع في منطقة الاقتصاد الأوروبي اللي هي روسيا نابعة من عندها نحن في منطقة اقتصاد الدولار فبالنتيجة أنا أعتقد أنه قد نكون علاقة دبلوماسية أهلا وسهلا حقيقة الليلة أمس رأيت السيد وزيخ خارجي الروسي يعني في الفندق هو داخل لفت انتباهي شحوبة وجهه كان الرجل جدا يعني وجهه شاحب وكأنه آثار الحرب كبيرة عليه أعتقد أن العراق ليس في مرحلة أنه يدخل في هكذا صراعات دولية كبيرة لكن كضيف عزيز عنه لكن اقتصادية لسنا مستعدين تماما طيب لافروف ما يجيب زيارة بروتوكولية مجرد زيارة يمكن سيد مصطفى الوفد المرافق إلى أيضا وفد كبير خصوصا بالجانب الاقتصادي شركات مرافقة يعني ممكن أن تنبي هذه الزيارة بتعاون حقيقي وهناك حاجة من موسكو إلى تحسين اقتصادها باعتبارك عقوبات عدها كذلك البلد العراق بحاجة إلى الاقتصاد الروسي منتجات الروسية والتعاون خصوصا الشركات بمختلف مجالات مجالات الطاقة مثلا للعراق بعمل سل حاجة إلها وكان هناك تعاون سابق هو أكو مقترح قاعد يدرس في المنطقة أنه يكون أكو عملة موحدة بين البلدان اللي هي روسيا، إيران، العراق، سوريا لبنان، مصر هذه الدول اللي هي اقتصادياتها منهارة من العملة أنه أكو مقترح أن نحن نسوي هذه الدول يصير أكو تعامل بين التعاون ويكون أكو عملة موحدة وبالتالي تنتحق الصين فيما بعد هذه النظرية أنا أعتقد أن العراق من الخطأ أن يزج نفسه اقتصاديا في هذه المعادلة نحن وضعنا أحسن من غيرنا بهواية ونحن نحن نسوي شي حتى صعدنا مشاكل أبداً نحن الدولار يجينا وأعتقد أن أزمة الدولار غداً قد تنتهي أزمة الدولار نعم أسد تفسيات أكثر قد لكن أكو قراءات أن أزمة الدولار قد تتفاقم بيظل وجود عدم رغبة أمريكية بحلها بالوقت الحالي ممكن أن تساعد العلاقة ما بين موسكو وبغداد أستعمالها كورقة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية هو أحنا الأمريكيين ضغطوا علينا واضح الأمور الإجراءات المالية تخص ضغطوا علينا منصة وطلعوا بعض المصارف ومطونا في إنتك نشوف نفسنا ضغطوا علينا لكن لما نبلغونا دزلوا علينا في إسطنبول وبلغونا بعض الإجراءات وإحنا استجابين لهم وعدنا اللقاء يوم 8 اثنين وياهم وحقاً ملف اللي حفظ العلاق ممتاز من الواضح أن الموضوع راح يكون يخفض الإجراءات والحكومة العلاقية تخطط حزمة من الإجراءات تعتقد أن أزمة الدولار يعني قلت لحضرتك يعني أعتقد أن الحكومة تمكنت منها أولاً تمكنت من إيقافها بالحزمة الأولى البنج المركزي وقد تعالجها نهائياً يوم غداً بقرار قد يكون من قبل الحكومة بتخفيز سعر السر طيب عد لك دكتور صالح عدم التزام واشنطن بتعهداتها واتفاقياتها مع بغداد خصوصاً من الجامل الاقتصادي والدولار والنظم المصري في غيرها ممكن أن يترك مجال أن تحول روسيا بدل النفوذ الأميركي بالعراق باعتبار السياسة الأميركية حالياً ربما بوصلتها منحارفة قليلاً على العراق والمنطقة نعم يعني في تقريركم كان ممتاز جداً قال التقرير أنه من الممكن أن العراق أن يكون متوازن في علاقاته الخارجية سوى على المستوى الإقليم العربي وغير العرب وعلى المسار الدولي هذا يتأكد الحكومات العراقية المتعاقبة نعم وبالتالي نعم يعني لا نستطيع حقيقة أن نرجح طرف على حساب طرف باحتبار الولايات المتحدة الأمريكية أنا أتحدث كمختص بعيد عن عن أي حقيقة تحفظ ما زالت هي القطب الأوحد وأقوى اقتصاد في العالم وأيضاً روسيا مثل ما تفضل الزميل عليها عقوبات اقتصادية ولديها حرب وبالتالي يجب أن تكون علاقاتنا متوازنة مع الروس ومع الولايات المتحدة الأمريكية يعني حقاً خارج من معانات كبيرة ولديه جانب اقتصادي قد ينهر إذا ما حقاً هناك دراسات مستفيدة في الجانب الاقتصادي تتبعها إجراءات سياسية وعلاقات دولية متوازنة حتى لا نخسر أحد ولكن لا بأس أن تكون لك الشراكب في مجال حقاً الطاقة في مجال الاستخدام النفطي في مجالات أخرى فنية في مجال الصناعة أيضاً الجانب البيئي من الممكن مع روسيا باحتبارها حقاً ظالعة في هكذا مشاريع ولكن أيضاً تبقى الولايات المتحدة الأمريكية كشريك أساس ولدينا التفاقية الأطهار الاستراتيجي الذي أبرمت في عهد السيد المالكي ما زالت قيد الحقيقة من الممكن أن تفعل في أي لحظة وفيها مخرجات كبيرة لكن هناك عدم التزام واضح من قبل الولايات المتحدة وبالتالي أنت أجهى ضغوطات أمريكية اقتصادية ومالية كبيرة نعم لأسألك عن المصالح الحكومات العراقية طالما تؤكد على أهمية مصالح البلاد ممكن إذا كانت المصلحة الوطنية مع موسكو ممكن أن يتقرب العراق إلى روسيا خصوصاً بالمجال الاقتصادي دعني أجيبك بصراحة مطلقة جداً هناك حقيقة وثيقة أبرمت في عهد الرئيس الأمريكي دابليو بوش حقيقة وهو أمر ولائي وضع مقدرات العراق لا سماء الاقتصادية والنفطية وباقي الإجراءات والأوراق المالية بيد الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الفصل السابع أيضاً عمل في هذا الموضوع السيد رئيس الأمريكي بايدن ووقع هذا من جديد هذا الحقيقة الصك الولائي أو الأمر الولائي وبالتالي مقدرات العراق من الممكن أن ترهن لدى الجانب الأمريكي وبالتالي لا يستطيع أن يفعل شيء وتفرض عليه ويفرض عليه حصار باحتبار حقيقة ما زلنا نحن نعاني الكثير وبلد لم يستطع الخروج من الأزمة الحالية لا الأزمة السياسية ولا الأزمة الاقتصادية وبالتالي على العراق أن يكون حذراً في علاقاته الخارجية لأن الجانب الروسي مثل ما قلت الحضرة لديه يعني عقوبات وبالتالي إذا شمل العراق حال جار إيران في عقوبات من قبل الخزانة الأمريكية أعتقد سيعلق الدولار وبالتالي من الممكن أن ينهار الاقتصاد العراقي ولكن نحتاج إلى دبلوماسية فاعلة في جانب الاقتصادي والسياسي المتوازنة لا تخسر أحد للجانب الأمريكي ولا الجانب الروسي وبالتالي وأيضاً من الممكن أن ينفتح على الاتحاد الأوروبي فرنسا مثلاً حتى حقيقةً نستطيع أن نناور في أكثر من محورنا طيب سيد مصطفى يعني ربما يمتد هذا الأمر إلى إعادة ترتيب الأولويات في المنطقة ورسم معالم جديدة تتوافق مع هذه المتغيرات المتسارعة والكبيرة سياسياً وأمنياً واقتصادياً في المنطقة تحديداً لكن ممكن أن يمتد فعلاً إلى تغيرات بوصلة العراق الاقتصادية إلى القطب الآخر وهو روسيا كلا بالتأكيد شنو اليمناء؟ احنا هناك اتفاق عالمي ليس عراقي هما هناك اتفاقيات بين بريتين ووز وغيرها بريتكس وغيرها اتفاقيات مقسمين العالم اقتصادياً بيناتهم يعني شنو؟ عندك أوروبا الاتحاد الأوروبي واليورو الأوروبي وين يشتغل؟ يشتغل في مناطق أوروبا والمناطق اللي هي يعني المغرب العربية الجزائر ناحية اليورو ماخذين هذه المنطقة تعالجها اقتصادياً طيب نفسها أمريكا تشتغل بهذه الدول تحتاجها موافقات أوروبية شرق الأوساط والدول اللي هي الخارجة من اتحاد الأوروبي بريتكس جموعة المملكة المتحدة اشتراليا كندا المكسيك هذا أن يكون لهم دولار معالجين الفدرال الأمريكي يعني على سبيل المثال تتحول لهم الفلوس ما تجيك إلا بالدولار تبقى منطقة الصين واليوان الصيني وبعض الدول القريبة من آسيا يعني شرق آسيا كلها الصين تايوان وغيرها الصين مسيطرة عليها يعني إذا أمريكا تحب تشتغل بتايوان الصين ما تقبل هناك بس اليوان الصيني هاي المناطق اليورو طيب العراق بأي منطقة دولار دولار رفوز الولايات المتحدة الأمريكية طيب هذه قابلة للتغير يعني هناك متغيرات في المنطقة ومو بس بالمنطقة في كل العالم سابقا مو كان العراق بالمنطقة الروسية شركات روسية بالطاقة وبالسلاح وبالغاز والنفط والكهرباء وغيرها صح عندما كانت روسيا ما عندها مشكلة اقتصادية مع الأمريكان ليس بعيدا يعني ستة 2011 احنا جبنا شركات روسية وشغلناه ماكو أي مشكلة تبقى الصفقات الكبرى تحتاج بموافقات هذا بحث آخر لكن جيبش لكن آن روسيا هي ضد محور روسيا قصدك ما تقدر لو مكبلة باتفاقيات عالمية لو العراق ما يقدر لا العراق ما يقدر الآن روسيا عليها عقوبات اذا جبناها احنا تنفرض عينا عقوبات وبعدين حقيقة أنا أقول فهذا شغلة مهمة طيب هما الروس يعني شنو عندهم استثمارات السيد والسيد خارجي يقول لدينا استثمارات في مجال النفط شركات نفطية وغيرها هي روسيا تنتج عشر مليون برمينة سيقومة تنتج أربعة لو كان من الممكن وعدها مشكلة بتنصيل النفط معاني عقوبات غربية تتبيع النفط فمن نتيجة هما عندهم أزمة عندهم مشكلة كبيرة لسنا قد نكون نتفق مع عملية محاصلة الشعوب وتجويحها وتدمير الاقتصاديات لكن هذه حقيقة نحن نسلم عن نفسنا بالبداية ونحن معرضين طيب أعود لك دكتور صالح كان هناك تأكيد من الطرفين خصوصا الجانب العراقي عن ضرورة إعثاء العلاقات العراقية الروسية من العقوبات المفروضة من قبل الغرب على روسيا ممكن يتحقق هذا الموضوع من الممكن ذلك باحتبار إذا حقيتنا هناك علاقة الشراكة أيضا مع الولايات المتعدة الأمريكية وبالتالي إذا قبل الجانب الأمريكي بهكذا الصفقات من الممكن أن يكون هناك تنسيق بالمناسبة جانب الاقتصادي بعيد عن الجانب الحربي والعسكري لأن هذه مصالح شركات عالمية وبالتالي من الممكن ذلك هذا جانب الجانب الآخر من الممكن أن يكون العراق حليف لروسيا في حالة واحدة خاصة في الوقت الحالي إذا ما تحول طبيعة النظام من الأحادية القطبية إلى الثنائية أو الثلاثية القطبية باحتبار هناك سعي صيني روسي لتغيير طبيعة النظام من الممكن أن يكون العراق حليفا لروسيا ولكن الآن أنا كمختص في العلاقات الدولية لا أنصح العراق أن يكون وسطيا باحتباره ضمن المحور الأمريكي وأنا أتمنى عليه التوازن لا للمحور الأمريكي ولا الروسي ولا التحاد الأوروبي أن يكون حقيقة ضمن منطقة الشرق الأوسط بلا نوع بلد ثري والجميع يحتاجه ماذا عن نية العراق ويبدو أن هناك نية حقيقية بالتعاون الأمني مع الروس كما ذكرت قبل قليل حضرتك التعاون وثيقة ماذا عن نية العراق عقد صفقة التسليح مع روسيا من الممكن ذلك باحتبار أن هناك حقا تاريخ من العلاقات في هذا الجانب استراتيجي ومن الممكن أن يعقد صفقة ولكن أعتقد أيضا هذه الصفقة ستتعرض إلى من الممكن أن تكون لك بعض العراقيل من الجانب الأمريكي وأيضا حقا من الدولار الأمريكي وبالتالي تحتاج إلى موافقة كما تعرضت هكذا صفقة سابقا نعم بالتأكيد وبالتالي من ممكن أن نخسر الصفقة وأن نخسر علاقاتنا الخارجية أيضا مع الجانب الأوروبي علينا التنسيق مع الاتحاد الأوروبي بعد عبايد عن الجانب الأمريكي أفضل من التنسيق مع روسيا الاتحاد الأوروبي منفتى على العراق ولديه يعني حقيقة ليس لديه ليس لدى أمريكا فيتو على الاتحاد الأوروبي نستطيع أن تكون لك شركة مع جانب الفرنسي وبالتالي نستطيع أن ننضي قدما في ذلك وأعتقد أن علاقات العراق الخارجية مع الجانب الفرنسي هي أقوى من الجانب الروسي وإيضا يعني فرنسا ليس لديها حرب مع أوكرانيا وبالتالي نستطيع أن نناهر ومع ذلك تبقى علاقاتنا الدبلوماسية مفتوحة مع الجانب الروسي نعم طيب أيضا تم التأكيد على رغبة الرئيس الروسي بلديمير بوتين بتطوير العلاقات بين البلدين ممكن أن فعلا يتم ترتيب لقاء ما بين رئيس الوزراء العراقي والرئيس الروسي بوتين بالفترة المقبلة كما أعربت عن هذه الرغبة من الممكن ذلك العلاقات الدولية لا تنقطعوا العلاقات الدبلوماسية حتى على مستوى الحروب هي من الممكن أن تكون هكذا اللقات باحتبار العراق ليس لديها حرب مع لا روسيا ولا أوكرانيا وحقيقة وليس طرف في هذه الحرب بالتالي من الممكن أن تكون هلك لقاءات بين الرئيسين ولكن أعتقد أن هذا الموضوع هو فيه حاليا إذا كانت في روسيا من الممكن ولكن في العراق لا أعتقد أنه يستطيع أن يأتي إلى العراق باحتبار هناك خطر على حياة الرئيس الروسي وهو تعرض إلى أكثر من محاولة اقتيال وأنا أتمنى على العراق أن يكون بعيدا عن هكذا حقيقة محاور حتى تكون دبلوماسية متوازنة في علاقات الخارجية طيب ذكرنا يعني أولايات المتحدة حاليا ما تشكل أهمية المنطقة بالنسبة لها أو بوصلتها تغيرت قليلا كما يصطلح في برامج السياسة حاليا ممكن أن تكون هذه الزيارات أو هذه اللقاءات وهذه البيانات السياسية مجرد ضغط أو يستطيع العراق أن يستعملها ضغط ورقة ضغط على الجنب الأمريكي لحلحلة أزمة الدولار قليلا نعم إذا كانت لدينا حقيقة نصنع سياسة خارجية فاعلة فيها جانب من المناورة الدبلوماسية نعم يستطيع أن يضغط على جميع الأطراف وبالتالي يحصل على نتائج إجابية ولكن أين الدبلوماسية العراقية من هذا الفعل أعتقد أنه وزارة الخارجية يعني خاض على المحاصصة والسيد وزير الخارجي هو وزير من الأقليم مع ترامي وتقدير لجميع الطياف العراقية وبالتالي أعتقد أنه كل من يجر النار القرصة بالتالي نحتاج إلى دبلوماسية فاعلة وإلى فريق دبلوماسي مختص قريب على السيد رئيس مجلو زراء ليفعل ذلك بهذه المناورات السياسية ويستطيع كسب نقاط بطريقة حقيقة اللعب بطريقة نظرية عدم حقيقة نظرية دفع الأخطار عن العراق سياسيا ودبلوماسيا طيب عادة كل رئيس حكومة كل حكومة تتوجه في بداية تسنمها للمنصب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما تشكل هذه الزيارات أو هذه العلاقة التي تبدو بدايتها مبشرة بخير تشكل انعطافة بالمجال العلاقات الخارجية العراقية يعني يبدو أنه عرف تواثر الاستعمال بالنسبة لجميع من يصل إلى رئاس الوزراء يجب أن يزور الولايات المتحدة الأمريكية احتقادا منه أنه البقاء في المنصب يتطلب أن تكون هناك علاقة وموافقة أمريكية على ذلك ويبدو أن الحكومات المتعاقبة شكلت بهذا الطريق رضاء أمريكي وأيضا رضاء إيراني وأيضا توافق خليجي بالتالي العراق ليس حرا مطلقا وإنما مكبل بقيود قديمة وحديثة وحقيقة يحتاج إلى جميع المسارات سواء كانت إقليمية أو دولية نعم أعود بسؤال أخير من الجانب الاقتصادي خصوصا النفطي سيد مصطفى استثمارات هذه الشركات الروسية بلغت بمجال النفط أكثر من عشرة مليارات دولار هذا مبلغ كبير جدا ممكن أن تتطور هذه العلاقة والشراكة بالمجال النفطي أكثر منها كذا مبالغ حاليا نعم حاليا لا ما ممكن حاليا نحن حاليا هي الشركات الروسية عليها عقوبات مثل حكومة روسية يعني السيد وزير خارجي الروسي ما جاء يدور شغل للحكومة الروسية ترى ولا جاء يدور في علاقات حكومية اقتصادية ليدور شغل للشركات الروسية شركات الروسية كانت تعمل في روسيا وبسبب العقوبات انغلقت الحقول وتوقف انتاج النفط من عشرة ونصف مليون برميل يوم يصدرون أنهم أربعة مليون برميل ستة مليون برميل شركات توقفت الغير روسية خرجت في مؤتمرات دافوس اللي عقد قبل اسبوعين ومؤتمر دافوس قبل 3 تشهر جولات تلخيص تقريبا مجانيا في الغاز والنفط واغلبها مو روسية اما الآن انت بقيت الشركات الروسية تدور شغل في المنطقة وهو كان يعرض علينا انه هاي الشركات الروسية اللي توقف عملها حاليا تنتقل في معداتها للعراق لاستثمار بعضها بحقود طبعا جولات جدا رخيصة لكن قلت لحضرتك هيا عليها عقوبات فبالنتيجة خافت استخرج النفط طيب هنا يمكن انه اول سيد مصطفى على هذه الحاجة المتبادلة ما بين البلدين احنا ما عدنا حاجة هم ما عدنا حاجة احنا بحاجة ايضا الى شركات استثمارية جل اراق نفطية وغير نفطية نقدر نجيب غير الشركة نجيب شركات صينية نقدر نجيب هاي الشركات مو الا شركات حاطنا عليها عقوبات دولية وسونا ازمة احنا صراحة وضعنا الاقتصاد اقرار احنا الامريكان كل ما نبعد تفكيرهم ونبعد اجراءاتهم عنا كل ما نقدر نبني بلدنا شيفت حضرتك بحركات بسيطة صالنا تقريبا شهرين احنا الدولة ما تقدر ترفع ايدي فاحنا مريد الدولة انشاء الحركتين ريد ناخذ فسحة ريد ناخذ فسحة اموال نستغل هذه الثروة الموجودة الان نقدر الحكومة تبني شوية الدولة هذا نسعى الي اما ندخل نفسنا في عقوبات وغير من الامور احنا ما ندخل بل امور صراحة نركز بلدنا واضح الشكر جزي لكم استاذ العلاقات الدولية الجامعة المستنصرية دكتور صالح الشدر كنت ضيفا كريما شكرا لك سيد مصطفى ارجو ان تبقى معنا ومشاهدين الكرام ننتقل سوية الى ملفنا الاخر وابرز ما فيه اهلا بكم مرة اخرى مشاهدين وللحد يتكتر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكرام عضو اتلاف دولة القانون السيد وائل اهلا بكم سيد وائل ونجدد الترحب بالخبر الاقتصادية الاستاذ مصطفى حنتوش اهلا بكم مرة اخرى سيد مصطفى وابدأ معك سيد وائل بهذا الملف برأيك ما هي دلالات اجتماع الاطار التنسيقي بمختلف مكونات وبحضور الرئيس مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لحضرتك سيد الكريم ولضيفك العزيز ومشاهديكم الكرام حقيقة يعني الاطار التنسيقي تعود على ان تكون له اجتماعات دورية اه ويحضرها السيد رئيس الوزراء اه لكي يعني يطلعهم على كثير من القضايا او هم ايضا يطلعوها على بعض الامور التي من شأنها ان ترتقي بتنفيذ البرنامج الحكومي لكي يكون بشكل مباشر مع الشارع العراقي هناك احداث كثيرة هناك زيارات كانت قد قام بها السيد السوداني وكذلك انه استقبل مكالمة هاتفية وعلى ابواب اقراء يعني تمرير قانون الموازنة فبالتالي لا بد ان تكون هناك طروحات واقعية فيها من الجانب السياسي وفيها من باب المشورة وفيها من باب الاطلاع اطلاع سيادته الى افهم من كلامك سيد دوائل اذا تسمح لي يعني يمكن قراءة هذا الاجتماع ودلالاته انه يمكن القول ان مهمة الاطار التنسيقي لم تنتهي بتشكيل الحكومة انما ايضا متابعتها ومراقبة اداءها يعني يعني دلالة واضحة وان الجهات السياسية التي جاءت بالسيد محمد الشاعر السوداني هي من يعني تحاول ان تدعم برنامج السيد محمد الشاعر السوداني لذلك نجد تارة يجتمع مع الاطار التنسيقي ومع زعامات الاطار التنسيقي كونه ممثلا او انه نتاجا من الاطار يعني لا بد ان يكون رئيس الوزراء من الاطار وتارة يجتمع في اليوم التالي مع اتلاف ادارة الدولة بشكل عام لكي يطلع الاخوة الكرد والسنة ايضا وهذا ما يجعل هذه الحكومة بانها محصنة سياسيا لعني لا يوجد هناك من يتربص لهذه الحكومة ويحاول ان يكون حجر عطرة او عائق لتمرير او انجاح وتنفيذ البرنامج الحكومي لهذا يعني اعتقد انه الامور ماضية وهذه الشفافية التي اتخذتها هذه الحكومة والسيد محمد الشاع السوداني في اطلاع كل الاطراف السياسية اتصور انه واحدة من عوامل نجاح هذه الحكومة وبقاها لحين انتهاء هذه الدورة الانتخابية طيب سيد مصطفى اجتماع الاطار التنسيقي خصوصا بحث قضايا اقتصادية وذات المستويات اللي الها علاقة وتماس مباشر مع المواطن خصوصا قضية الدولار والموازنة لكن الدولار تحديدا ممكن بتوفير هذا الدعم السياسي للحكومة ورئيسها ان يتم التغلب على هكذا مصاعب وعقبات انا اعتقد ان الحكومة العراقية حسا بالبداية الازمة اللي صارت اسبابها ما يدخل بحيث ياتح كدك وقت من عدني لا عبرنا مرحلة الاسباب حاليا اتحدث عن معالجات اعتقد ان حلت الازمة الان بحزمة الاصلاحات الاولى لبنج المركزي راح ارتفع المبيعات من مستوى 8 90 لمستوى 120 مليون دولار قرار سعر الصرف بتخفيض الى 1350 انا اعتقد اتخذ هذا القرار وخلال ساعات قد يشهد تنفيذ هذا القرار اذا لم يوجد معرق لتطبيقه لكن انا اعتقد ان هذا القرار سوف يكون حيز التنفيذ خلال وقت قصير الامد قد يكون غدا او خلال ساعات اذا لم يطرأ طارع على الموضوع فبالنتيجة هذا قرار مهم احنا قبل لا يلعبوا بسعر الصرف يعني السوق مستقر لكن الان بما ان السوق غير مستقر ومشلول حركته قد يكون هذا الوقت المناسب نخفز سعر الصرف حتى نخلي استقرار السوق نوعا ما من ناحية ومن ناحية اخرى نساعد على تقليل المضاربات وسحب هذا الزخم على الدولار واعتقد بمفاوضات يوم اثنين اثنين موجودة وبما ان العراق بيان موقفه حتى السيد وزير الخارجية اليوم لما نقابل السيد وزير الخارجية الروسي قال لها احنا ما نخالف العقوبات الدولية ونحن نحشي مع الامريكان هذا جيد مؤشر الامريكان هذا اعتقد قد تكون ورقة مهمة في المفاوضات مع على الصف قريب جدا وسوف نشهد خلال ايام القادمة انخفاض في سعر الصف لصالح المواطن بس بالتأكيد المضاربات موجودة مع ذلك اعتقد ان اجراءات الحكومة ناجعة جدا وناجحة في هذه المرحلة طيب اعود لك سيد دوائل مرحلة الضغوط الامريكية الصعبة الى اي درجة هي بحاجة الى الدعم السياسي يعني حقيقة ضغوط هناك ضغوط للواقع الحقيقي نعم العراق يعاني من موضوعة الضغوط يعني طيلت سنوات وليست هذه المرة الاولى لكن هناك رغبة لدى هذه الحكومة الحكومة الحالية من خلال برنامجها ومن خلال سياستها التي جعلتها ان تأخذ صفة الحيادية في التعاطي مع كل الدول سواء على الصعيد الاقليمي وعلى الصعيد الدولي منحها بعض الثقة من قبل الدول الكبرى التي واحدة منها الولايات المتحدة الامريكية يعني الولايات المتحدة الامريكية منذ ان بدأت باحتلال العراق عام 2003 وبعد حتى انسحاف عام 2011 وعودتها مرة اخرى بذريعة التحالف الدولي وداعش ومحاربة الارهاب وهي الان لحد هذه اللحظة موجودة نعم امور غير واضحة الى الشارع العراقي من خلال الحكومة الماضية يعني ذراع عشتها يعني سوء الادارة في وقت الحكومة السابقة عدم قدرة رئيس الوزراء في التعاطي وتغليب مصلحة العراق على مصالح اخرى لكن جاء السيد محمد الشاع السوداني بهذا الدعم السياسي من خلال اتلاف ادارة الدولة انفتح في علاقاته ضمن برنامجه الحكومي فبالتالي هذا الانفتاح وهذا الابتعاد عن المحاور كما يطلق عليها في العملية السياسية جعل الامريكان ان يكونون منفتحين بشكل مباشر مع الحكومة العراقية لذلك التفاوض الان تفاوض مكشوف وواضح جدا وهذا ما لمسنا من خلال لقاء متلفز السيد رئيس الوزراء على احدى القنوات العراقية بشكل واضح بموقف الامريكان بموقف التواجد الامريكي بموقف الاقتصاد فضلا عن العلاقات السياسية الاخرى مع دول الجوار طيب سيد مصطفى اجتماع الاطار ركز على مخرجات اجتماع اسطنبول وضرورة معالجة اهم ملف حاليا واجه العراق وملف والدولار تجدون ان الاطار بقواه المختلفة مدرك ان نجاح ونجاح حكوم بارضاء الموامن ومعالجة مشاكل الاقتصادية هي اصلا حكومة لما شكلت سيد رئيس الوزراء كلف بملف الاقتصاد بملف الخدمات حتى اطلق على حكومة الخدمات فبالنتيجة هو اول رجل اول ما اجت واضح توجه الاقتصادي من خلال تحويل الزراعي الى عقار مقام المبالغ هذا ملف نادئنا بسنوات الرجل قبل يسوي صندوق تنمية بدلا من الفلوس تروح لمشاريع جلية تندثر لا قال احطها في الصندوق واصف على مشاريعي خاطرات اقتصادية كانت جيدة يعني احنا نتكلم بالاقتصاد اقتصاد اسس السياسة لما نقول هذه نقطة صحيحة خلص صحيحة اكو بعض النقاط يعني ما كانت موفقة مئة بالمئة يعني مثلا على سبيل المثال الاجتماع الصيني غير من الامور انت حكومة جديدة اقتصادية يجب ان تتفاوض مع الامريكان بالبداية تاخذ منهم ملفات تحصل منهم موافقات بعدين تقوم اقتصاديات اخرى تحصل هكذا في هذا رأي فريق الاجتشاري الامريكان حطونا في منطقة ضيقة اعتقد الان الحكومة ضيعت اربعة اشهر من حركات الاقتصادية تكون ممتازة خلصا السيد رئيس الوزراء متوجه اقتصاديا هذا واضح ما يخالف مجرد نعالج الازمة نرجع للاقتصاد نتمنى على السيد رئيس الوزراء ان يكون دقيق مع الفريق اكو اقتصاد دولي غير الاقتصاد المالي اكو 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 اموال عندك اموال واكو اكو اكو اكتصاد للشارع لكن اكو 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 اكتصاد دولي ببعض الاحيان انت ما قصدك يسوي شي لكن هؤلاء صراعات هم الدولية كبيرة ما يدخن نفس نعم التفاوض القادم ليس فقط على سعر الصرف احنا عدنا عدة ملفات واقفة الامريكان حقيقة نحتاج تفاوضات عميقة معهم ملف الكهرباء ميناء الفاو استثمارات الغاز ياما يستثمرون يمنى ياما يسمحون نجيب استثمارات مقابل نفيدهم ناخذ القروض من بنوكهم من بنوكهم نشغل شركاتهم شركات ثانوية احنا مقدمين على بناء اقتصاد عراقي بالامريكان بدون الامريكان بموافقة الامريكان بمساعدتهم نحن نريد ان يبنى هذا البلد اقتصاديا وهذه الحكومة توجهاتها بهذا الشكل ان شاء الله تنجح تكون حركات محسوبة من دقيقة ونشهد نقلة اقتصادية بلد غني مثل العراق عقيقة جريمة نشاهده في هذه المرحلة هكذا طيب سيد وائل الاجتماع هذا ناقش قضية جعل الموازنة او محاولة موافقة هذه الموازنة المرتقبة مع البرنامج الحكومي يمكن ربط موافقة الموازنة وابواب صرفها مع البرنامج الحكومي والبرنامج معروفة ان فيها ما وصفت بالاصلاحات من قبل الحكومة فيها ابواب صرف او بحاجة الى اموال كبيرة ببعض الابواب تعينات واستثمارات وغيرها وهذه النقطة التي يعني جاءت بسبب تأخير اقرار قانون الموازنة في كل سنة تقدم الوزارات بشكل اعتيادي ما تحتاجه من خلال الجانب التشغيلي وبقية الامور الاخرى التي تكون فيها نسبة قليلة من الاستثمار تقدمها الى وزارة المالية ويتم الاطلاع عليها وتقدم الى البرلمان يتم قراءتها مرة ثانية يعيدون ويرجعون يعني اعتراض وهكذا تقضلها شهرين في هذه العملية برنامج السيد محمد الشياء السيداني كما اضاف كما ذكر لك الضيف العزيز بما انه اطلق صفة الجانب الخدمي ونصرة الفقراء ولصالح الشارع العراقي واراد ان يجد بديلا غير الاراد الريعي التصدير الذي من خلال تصدير النفط فقط ليرفد الموازنة لابد ان تنسجم الموازنة مع هذا البرنامج فبالتالي لابد ان تكون الموازنة تنسجم وتتلائم مع الاعداد التي تم تعيينها مع المشاريع التي مذكورة في برنامج السيد محمد الشياء مع كل القضايا الاخرى مع كل رفد التالب الفقير فلابد ان تكون الارقام منسجمة مع البرنامج الحكومي وهذا ما يجعلها موازنة حقيقية محور مهم في هذه المعادلة هي واشنطن كما ذكر سيد مصطفى دور واشنطن مهم تعتقد امريكا عليها او ممكن ان تتعاطى ايجابيا مع هذه اللحمة السياسية يعني انا اعتقد نعم واشنطن لها من التأثير لكنه لا تبحث واشنطن عن قضايا محلية من الممكن ان تجعل العراق في دولة له جزء من المساحة يتحرك بها واشنطن لها مصالح والعراق له مصالح اليوم لدينا تجربة مثلا دول الخليج معروفين توجههم تحت خيمة الامريكان والبريطانيين لكن عندما عقد مؤتمر الرياض العربي مع الصين وكذلك الكويت ومسحاها بتأجير جزيرتين لديها لمدة مئة عام الى الصين بـ 450 مليار دولار هذه التوجهات هناك مساحة يعني مساحة مسموح بها للعراق في أن يتحرك ضمن تحقيق برنامج الحكومة وإلا كيف أنا أستطيع أن أقنع شارع يحتاج إلى أبسط الأمور وأني أمريكا ما تقبل علي أن أحدد مساراتي نعم أكو حديث وأكو حوار في الجانب الأمريكي مع الحكومة العراقية لربما يعني بشكل خفي أو بشكل سري لكن هذا لا يلغي إرادة إرادة عراقية تستطيع أن تملي على الأمريكان وعلى غيرهم في أن تجعل الموازنة وتجعل كثير من المواقف والقرارات السياسية عراقية المنشأ ولصالح العراق والعراقين طيب الجانب السياسي أيضا لنعكس في كما ذكر باللحمة الوطنية وتعاطي مثلا واشنطن معها لكن داخليا ما بين الأطراف السياسية الداخلية كيف نعكس هذا على المتلقي لمتابعة هذا الاجتماع أو البيانات التي صدرت ما بعدها عما در في الاجتماع والاتفاق والقرارات مقابل وكان وجود أنباء وجود خلافات ما بين الأطراف المكونة للإطار التنسيق الشيء أبدا الإطار كل يوم يمر عليه يزداد قوة ويزداد تماسك نعم هناك اختلاف في وجهات نظر وهذا أمر صحي وطبيعي الأخوة داخل البيت الواحد قد يختلفون ويتقاطعون فما بالك في ظل هكذا ظروف حرجة على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي وحتى من خلال يعني توقع البعض أنه تمت تحرك شعبي لربما يكون أمام بقاء الدولار على حاله لذلك نجد أنه من أولويات هذه الحكومة هو عملية الانتهاء من تحدي الدولار لذلك لا نجد أي شيء الآن يؤشر على حكومة على حكومة السوداني ما عدا ارتفاع سعر الدولار فنشوف التوجه إلى الانتهاء من هذا الحل لا وجود تأثير على اللحمة ما بين قادة الإطار ولا على صعيد كتل سياسية ولا ربما تأكيد الموضوع اليوم اجتماع اقتلاف إدارة الدولة أيضا بوجود وحضور بعض ممثلين عن الإطار التنسيقي في هذا الاجتماع يؤكد أنه الجميع يسعى وماضي إلى تحقيق حالة الاستقرار التي إن استطاعت الحكومة أن تبحث من خلالها فعلا قانون الانتخابات القادم والشروع بالانتخابات مجالس المحافظات والانتهاء بكثير من الأمور الحقيقية التي تمس قوت المواطن أتصور أنه هناك سيكون جانب إيجابي ونظرة إيجابية لصالح هذه الحكومة نحن لا نتحدث على شخص بقدر ما نتحدث عن رغبة حقيقية يجب أن يتلقى المواطن اليوم هذا الشعار لدى قادة الإطار وقادة إدارة الدولة نعم قد نسمع من هنا وهناك هناك انزعاج كردي على موقف معين هناك انزعاج سني على موقف معين هناك انزعاج لربما حتى من داخل قادة الإطار لكن هذه الانزعاجات هي ليست محل خلاف قد يؤدي إلى قسم ظهر الحكومة أو الوقوف أمام تنفيذ برنامجها بشكل صحيح فضلا عن أنها تمثل يعني إعلام مغرض يحاول أن يحدد ويحجم عمل الحكومة الناجح لحد هذه اللحظة سؤال أخير لكم سيد مصطفى هذه الأجواء السياسية التي توصف بالمرضية مقابل المعطيات والتحديات الاقتصادية التي توصف بالصعبة في العراق حاليا كل هذه الأجواء هل تساعد الحكومة على نجاح أو نجاحها ببرنامجها الحكومي وتطبيقها من خلال موازنة 2023 يعني لدينا أفكار وسيد السوزراء داعمها أن موضوع صندوق التنمية يكون بمبلغ لا يقل عن 30 ترليون دينار هذا إذا طلع بالموازنة هكذا أنا أعتقد نجاح الجانب الاستثمار إلى خمسة السنوات قادمة ما راح لك مشاريع سيد رئيس الوزراء داعم بنامج ممتاز في موضوع العقارات مع كل أسعار العقارات الآن في الشارع العراقي هذه الأسعار الحقيقة المبالغ بها سيد رئيس الوزراء قد يعالجها بخمسمائة ألف قطعة يفرضها عليهم خلي نشوف أي رؤية تمشي بالموضوع فقلت لك موضوع الصندوق موضوع اللي خاص بالأعمار والإسكان والأراضي وموضوع معالج السعر الصارف الصارف قد يكون ألف ثلاثمائة وخمسين في الموازنة وقد يزاد الإنفاق الاستثمار بالدولار على مدن زيد عرض الدولار فنحن ببنامج الحكوم نحدد أنه طبق على أرض الواقع من الورق الهذا الواقع من خلال موازنة 2023 من تطلع من السودة أجابك بشكل تمام نجحت أو ننتظر إقرار وتصويتها الموازنة ومو فقط مسودتها إن شاء الله والشكر جزيلا لكم الخبر الاقتصادي الأستاذ مصطفى حنتوش كنت ضيفا كريما والشكر جزيلا لكم عضو اتلاف دولة القانون سيد وائل ركابي شكرا لحضورك بالصوت والصورة كنتما معي من بغداد والشكر موصول لكم مشاهدين إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختم حصادنا لهذه الليلة وإلى اللقاء في حصاد آخر